بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً فيكم في درس جديد من دروس التربية بدنية والدفاع عن نفس التربية الفكرية الصفة الثالث من توسط الفصل الدراسي الثالث درسنا لهذا اليوم هو نمو المشاركة مع الآخرين معكم الأستاذ بدر ناصر الفهيد كما ما نبدأ في درسنا يا أبطال نستعرض مع بعض أهم منطلبات ممارسة النشاط البدني بشكل صحيح أهم هذه المطلبات الراحة الكافية الراحة الكافية أبطال مهمة جداً لكي أستطيع ممارسة النشاط البدني مرة أخرى لابد من أخذ قصد كافي من الراحة وتكمن الراحة في النوم ليلاً من 6 ساعات إلى 8 ساعات بعد ذلك يا أبطال التغذية السليم الغذاء مهم جداً لماذا؟ لأن الغذاء هو الذي يمنط الجسم بالطابة ويساعدني على ماذا؟ التأذية النشاط البدني بشكل صحيح ولابد أن تحتوي وجبات الغذائية الثلاث الإفطار والغذاء والعشاء على العناصر الغذائية المهمة وهي كبهيدرات والدهون والأملاح والمعادن والبروتينات أيضاً يا أبطال عند تأذية النشاط البدني لا بد بماذا؟ من ارتداء الزي الرياضي المناسب والحذاء المناسب لكي يحقق هدافه من هذا النشاط البدني لا بد من ارتداء الزي الرياضي الذي يناسب هذا النشاط حيث يختلف الزي الرياضي من الرياضة إلى أخرى وكذلك من مكان إلى آخر عند تأذية النشاط البدني في الأماكن الباردة أحتاج إلى زي الرياضي يختلف عن الأماكن الحارة والجافة والممطرة أيضاً الزي الرياضي لكرث القدم يختلف عن الزي الرياضي لكرث الطائرة والعب ميدان والمضمار أيضاً يا أبو ظهر توفر المكان المناسب والآمن لابد أن تأذية النشاط البدني يحتاج إلى مكان مناسب لهذا النشاط وآمن تتوفر فيه عوامل ماذا؟ الأمن والسلامة أحسنتم لكي يحافظ لسلامة الله بدى الله سبحانه وتعالى من الإصابة عند تأذية أي مهارة أو أي نشاط لكرث القدم يحتاج إلى ملعب مخصص لكرث القدم وأيضاً نلاحظ لتأذية سباق الدرجات لابد من توفر الزي المناسب بهذا السباق وأيضاً ماذا؟ لبس عوامل الأمن والسلام وهي الخوذة والواقع المرفقين وواقع الرقبتين أيضاً يا أبطال الإحماء المناسب ما هو الإحماء؟ الإحماء هو تهية الجسم لداء النشاط البدني عن طريقة من بعض التمريلات السهلة البسيطة أيضاً يا أبطال شرب الماء باستمرار لماذا شرب الماء مهم؟ أحسنتم تعويض السواء المنفقودة وإحماءة الجسم بعد الله سبحانه وتعالى من الجفافة الآن يا أبطال أنا في المكان المناسب وزي رياضي المناسب مع بعض نبدأ بالإحماء المناسب جاهزين التمريل الأول المشي في المكان تمريل يستعد ابتدي 1-2-3-4 ماشي 2-3-4 حسنت 2-3-4 حسنت 2-3-4 ماشي 2-3-4 حسنت 2-3-4 آخر مر جماعة قفل ثلاثي نصف الخفل التمريل الثالث الزرعين جارباً رفع دوران الزرع من الخلف إلى الأمام تمريل يستعد 1-2-3-4 حسنت 2-3-4 ماشي 2-3-4 ماشي 2-3-4 ماشي 2-3-4 حسنت 2-3-4 آخر مر قفل ثلاثي نصف الخفل التمريل الرابع وماثل التمريل الثالث ولكن باختلاف اتجاه الدوران الدوران الزرع من الأمام إلى الخلف تمريل يستعد 1-2-3-4 حسنت 2-3-4 ماشي 2-3-4 دوران 2-3-4 آخر مر ثلاثي نصف الخفل نأخذ نفس مع بعض أحسنت 2-3-4 الضال الآن نتهينا من الإحماع الجسم صار جاهز للأداء النشاط البدني مع بعض نستعرض درساً لهذا اليوم وهو نمو المشاركة مع الآخرين ما هي؟ ما هي تنمية المشاركة مع الآخرين؟ وهي عبارة عن قيام بعمل إتمام هدف معين أو المساعدة لقيام بما يطلبه شخص آخر ولو الكثير من الفوائد التي تعودوا بالخير على متشاركين زيادة تحصيل علمي زيادة تباعد الخبرات والمهارات المكتسبة عند التعلم التعاوني وكذلك بناء العلاقات الجيدة تنمية أي تطوير وزيادة المشاركة مع الآخرين أي حاول أني أشارك بمن حولي في أداء لعبة جماعية لكي يطور من نفسي وكذلك بناء علاقات جيدة يا أبطال نحظ هذه الصورة توضح لنا بعض صورة من تنمية المشاركة مع الآخرين هذه أيضا توضح لنا صورة أكثر ما هي فوائد ماذا نمو المشاركة مع الآخرين وهي عبارة عن ماذا بناء علاقات جيدة وتباعد الخبرات وكتسب معارف جديدة يا أبطال وأيضا تساعد توسيع دائرة الأستقاء وكذلك تنمية المهارات التعليمية والاجتماعية وكذلك التصرف بشكل جيد لماذا مع الآخرين لأن مشاركة تنمية مشاركة مع الآخرين تساعدني على اكتساب خبرات جديدة والحصول على مواقف جديدة وزيادة تقدير الشخص لنفسه وتعلم مشاركة والعمل الجماعي وتحقيق نجاح أكبر وزيادة ثقة بالنفس نلاحظ هذه الأبطال في هذه الصورة يوضح لنا كيف يتعاونوا هذه الأبطال لبناء سعادتهم وعمل ماذا؟ العمل الجماعي يساعد على البهجة والشرور وحولنا الآن لعبة جميلة جدا وهي قفز الحبل من أهم هذه الأشياء التي تساعدني على نمو المشاركة مع الآخرين دائما يا أبطال هي الألعاب الجماعية الألعاب الجماعية مهمة جدا لماذا؟ تساعدني وتحق أهدافي من تبادل خبرات واكتساب مهرات جديدة وأيضا ثقة بالنفس من هذه الألعاب الجماعية المهمة جدا وهي كرة القدم أيضا كرة الطائرة وكذلك كرة السلة وكرة اليد وغيرها من الألعاب الجماعية وهناك أيضا الألعاب الصغيرة المهمة نلاحظ الآن نلاحظ هنا هذا المباراة قدم تساعد وتنمي على ماذا؟ على تنمية المشاركة مع الآخرين وتحقيق الهداف منها الآن يا أبطال استعرض بعض اللعبة جميلة التي تساعدني على ماذا؟ على تنمية المشاركة مع الآخرين وهي لعبة قفز الحبل لعبة جدا سهلة وجميلة حيث يقوم جميع المشاركين فيها بماذا؟ يكون محومة هذا هو الحبل ويحاولون قفز الحبل ومن يستطيع قفز الحبل بطريقة أكثر وعدم لمس الحبل للقدم هو ماذا؟ هو الفائز نلاحظ أن جميع الأبطال يكون ماسك الحبل ويقوم بماذا؟ بيلف الحبل حول الجسم وقفز يقوم المعلم بعمل شر حر وأيضا يطلق سافرة البدء ويقوم جميع اللاعبين بالقفز هذا هو الحبل هناك طرق قفز الحبل هناك إما بقدم واحدة أو بتلك القدمين تهيني يا أبطال أنا لاحظ هذا الآن وهكذا كلتا القدمين هذا هو قفز الحبل واضح يا أبطال من يستطيع القفز أكثر هو الطالب الفائز يا أبطال هذه هي أحد الألعاب الجمعية الجميلة التي تساعدني على تنمية ماذا؟ روح التحدي والمنافسة وطور الخبرات الآن نأتي إلى سؤالنا لهذا اليوم صح أو خطأ ما من فوائد التي تعود بالخير على المتشاركين وتنمية المشاركة من الآخرين هي بناء العلاقات الجيدة هل هذا صحيح أو خطأ يا أبطال؟ أحسنتم نمو مشاركة مع الآخرين تساعد على بناء العلاقات الجيدة لجابة صحيحة لا ننسى يا أبطال من أهم فوائد نمو مشاركة مع الآخرين هي بناء العلاقات الجيدة وتطوير الذات وكذلك ثقة بالنفس وتكوين علاقات أفضل وأفضل وتعدد الخبرات ولا ننسى لتأديث النشاط البدني لابد من ماذا؟ أخذ استقامي من راحة وشرب من الماء باستمرار وكذلك الأحمال الجيد وماذا؟ والتداء الزي الرياضي المناسب والمكان المناسب والتغذية السليمة إلى هنا وصلنا نهاية الدرس من هذا اليوم أشكركم وحسن استماعكم كاما معكم الأستاذ بدل ناصر الفحيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر